عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار بمخدر الحشيش بنطاق قسم شرطة فيصل بالسويس، وبحوزته 80 طربات من هذا المخدر وكمية أخرى معدل البيع، إضافة إلى كمية من مخدر البنجو ودراجة نارية. الإدارة نجحت في ضبط أحد العناصر الإجرامية النشطة في الاتجار بمخدر الحشيش بمدينة الغردقة، وذلك بالتنصيق مع الأمن العام وأمن البحر الأحمر، وبحوزة 72 طربات من مخدر الحشيش ومبلغ نقدي من حصيلة الاتجار.